شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توقيع خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من رئيسي البنك الأهلي وبنك مصر بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم وتأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين بالاستفادة من خبرات الدول الأجنبية خاصة في المجالات البحثية التي تخدم قضايا التنمية في مصر